معايير الاستبعاد من الدعم الحكومي عبر البطاقة الإلكترونية أثارت غضب الشارع السوري رغم اتفاق الجميع على صواب قرار استبعاد شرائح المقتدرة ماديا لما في ذلك من تخفيف للأعباء الباهزة نتيجة الحصار الاقتصادي على البلاد في ناس عنده وعم تأكل حق غيره خلي اللي عنده يعطي لغيره يعني مو كل الناس عدا في اللات ومو كل الناس أغنياء وناس بحاجة يعني يعني الخبز هذا ما حاجرت فهذا دعم الدولة من اليوم الله خلقه الخبز خاصة الخبز ما شعله الدعم عني الحمد لله وبتمنى ما يشيلوا عن حدي بتمنى منتم نحب بعضنا في عالم حتى السيارات اللي إلى 2008 أو 2009 عليها تأصيد ما فتحوا رزا طيب شون أفضل صوت معونه في حماك غيرها من المحافظة ظهرت طوابير المواطنين أمام مراكز السجل التجاري وفرع الهجرة والجوازات لإصدار أوراق وإلغاء أخرى لضمان استمرار الدعم الحكومي الذي يخفف عنهم جزءا من التكاليف اليومية الحمد لله ما نطلع شي بالإيد إيش رأيون هنين إيش إلون غايم إذا عندي بسمي بيت عقار وعندي سيارة بيشولوا الدعم عني يعني بيقعد بشارة والماضى الخبز ما نشتك الجوع من شم تترابك تشبع الناس بلدنا عزيزة علينا بس أتمنى أخي وإني تصلح الأوضاع حيية مشانها المعيشة بيحطوا لي على البطاقة أحد الأفراد العائلة تاجير معايدنا العلم ابني متزوج ولا حاله قالت يا عمر ستين سنة وبنت رحنا من الأسباب نجيب خبز قال صفر لا عنده تجاري لا عنده شيء وساكني لحالة قال من أمده تاكل شو سبب البطاقة؟ البطاقة قال لأنه عم تقبض راتب أبوها أمها وراتب أمها شد يعني كله أربين ألف أربين ألف شو بدي يجيبهم؟ يجيبوا كل يوم رابط خبز ألفين ليرة مطالب المواطنين بإعادة النظر حول الشرائح المستبعدة ومادة الخبز خطا أحمر لا يجوز المساس بها والسيارات ليست رفاهية والنظر بقيمتها الشرائية وليس سنة الصنع أمور يجب على الحكومة النظر إليها لتلافي الأخطاء الحاصلة